بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف السادس الإعدادة تحية طيبة لكم ولقاء جديد متواصل بي وياكم في موضوع المراجع المركزة واليوم بالليونت الثانية كمنا الليونت الأولى الليونت الثانية راح نبدي بالقواعد وأول موضوع اللي هو استخدام أفعال الإلزام مثل ما شوفون هنا على ما لزمتي شرح لكم يا اليوم هنا الأفعال الأفعال هاي طبعا هنا احنا ناخذ must miss not have to and don't have to need to and need to ها هاي جزء من أفعال يسموها المodels اللي هي ناقصة يسموها هاي الأفعال الناقصة وتأخذ وراها دائمًا فعل مصدر وينما تجيه فعل مجرد لا بأس لا بأي يعني جي لا بأي maintained فعل مصدر مثلا go must go mustn't steady have to write don't have to read need to play needn't to needn't to ومن المعنى بإمكانك تحتوي على المعنى هذه الأفعال تعتمد على المعنى المينيك مصت ومصنت فعال إجبار يجب أن تفعلها لا يجب عليها مجال عندما تأتي بأسفل سموك أو إشارة حمراء سنحن نعطي دلال عليها بصراحة أنه شرحها دائما يكون مزعج بالنسبة لي كمدرس لأن تعتمد على المعنى قواعدها هي هاي لكن سأساعدكم مثالا دائما بالصف للطلاب الذي سيكون بالشكل التالي أعتبر أنه ستسافرين بطريق والسائق ويأتي بسرعة يأتي بسرعة مثل ما نرى في الصورة يأتي بسرعة 120 والسرعة محددة 100 فأنت تريد أن تخفض السرعة يقول لي أن تخفض السرعة يجب أن تقوم بسرعة لا يصير أن تقول لي أنك يجب أن تقوم بسرعة ويأتي بسرعة أو لا يزال حزام الأمان لأنك يجب أن ترتدي حزام الأمان يعني أنك أيضا لا تقتل أن تقوم بسرعة حزام الأمان لكن اذا كان تتعلم ومسافة وجدتي هسا متل ما تشوفون متل ما تشوفون هسا شي تقول له هنا وما تقول له يوهاف اهنا تقول له يو مست سلو داون عليك ان تخفض السرعة اجبار واللزام لانه الشغلة خاطرة ايضا تقول له هنا يو مست وير يور سيت سيت بيلت يجب ان ترتدي حزام الامان لانه هنا قانون صار يعني داما لبست حزام الامان ايضا راح كنت تتلقى غرامة وداما خفضت السرعة راح تكون الشغلة خاطرة ان شاء الله الفكرة وصلت لهنا هنا اكو بعد ايضا ملاحظة ان شوان استخدم ايضا دونت هاف تو وندينت اهذا هنا مثلا نفس المشهد خلينا نقول وراح وصلوا الى محطة وقود والساكريدي يروحي يفول بنزين وشاف هذا القعد يمنى انه عنده بنزين فقال له ما يحتاج تخلي بنزين اش هيقول له هنا هل يقول له يو مست لو يقول له يو دونت هاف تو طبعا راح يقول له يو دونت هاف تو بتع بترول عندك انيوركار او ذاك الورا القعد ويهم خلينا نقول جايبين واحد ثالث وياهم باك تأثير اعاقل راح يقول له يو ندينت بس بدون تو انيد ما تاخد تو وياه بنا في انتبهوا عليها سناخد بالتمارين والاسئت الوزاري يو ندينت بوت بترول انيوركار اتمنى انو وصلت الفكرة بهذه الطريقة المبسطة حتى يسهل عليكم فهمها وراح نروح نحل وزاريات اهم شي طبعا وراح نشرح ايضا على السريع بالمجزمة عن هذا الموضوع مستو 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 تستخدم نجوب واللزام في عمل قرارات حكومية مثلا قوانين تعليمات الابا ايضا واكثر الكلمات اللي استخدموا اياها بيرنس الابا دائما تجوا اياها كلمة الابا سيت بيالس بوليس مثلا ريد سيقنل اشار الحمراء دائما هؤلنا بطبعا هي ثم تاتلا دائما توقف تفاع المصدر وراها وتput وtails عندما تحصل إلى الطريق، يجب أن ترتدي حزام الأمان أيضاً هناك تعليمات الآباء نفس القوة كلمة بارنس الوالدين تستخدمها مست حسب المعنى يقول لك لا تخر خارج البيت بعد الساعة الثامنة لأن الوالدين سيكونون غاضبين أو منزعجين كلمات هواية تجوا إياها الشرطة بوليس، بريفينتكرايم، سموك، مست حسب المعنى استخدام هافتو أقل طبعاً أو دونت هافتونين فيها يعني مثل ما قلنا هنا أنه هي أقل من قوة من مست وأكثر قوة من نيدي يعني هافتو بيء بالنصب جاية نستخدمها لضرورة والعمل شيء معين لعمل شيء معين أو عدم الضرورة منه لوجود بديل مثلاً يو آر درايفينك تو فاست يو هافتو سلو داون قلنا بالمثال قبل شوية نقدر نقول ليو هافتو لما ماكو شرطة مثلاً ما هو مو ألزام ماكدر أجبره هنا أنت تقود سيارتك بسرعة عليك أن تبطأ السرعة معناه أن الخطر أقل من حيث لم تبطأ السرعة ربما يحصل شيء بينما إذا صادف السيطرة مرورية يجب أن تبطأ السرعة هنا يصير وجوب ألزام مثل ما شرحنا و نستخدم ماصد في هذه الحالة أيضاً نستخدمها عند الحاجة لعمل شيء لوجود بديل عنه عنه يحتاج نسوي شغلة أدنى بديل عنها طبعاً احنا هنا أتعشر لكم على الكتابة اللي قرأتها بس حتى يتواكب ويا الشرح مثلاً هنا there is petrol in the car قبل شوية قلناها هنا so you don't have to go to the petrol station ما يحتاج تروح على محطة الوقود يوجد لديك وقود يعني في السيارة لا داعي للذهاب إلى محطة الوقود يقولنا ما يصير هنا ما نقول هنا you mustn't واذا قلنا ندينت أيضاً تصير نفس الشي صح بس أنه ندينت بدون تون تفعليها وراح نشوفها سأكون أسئلة وزارية تجي على هذا الموضوع طبعاً إذن هاي الجملة تشوفوها احنا شرحناها قبل ثواني نشر عليها أيضاً حتى بالتسلسل نمشي هاي موجود الشرح بالمزة والتي يوجد لديك قود في السيارة ترجمتها لا داعي للذهاب إلى محطة الوقود يعني وجود بديل أو لعدم الحاجة له نستخدم ندينت 2 أو ننفيها ندينت بدون 2 مثل ما قلنا نكد عليه أضعف تعبير من الثلاثة حيث نستخدم دائماً في حالة النفي أو أيضاً وعند عدم الحاجة لعمل شيء لوجود بديل له مثال هنا لا يحتاج أن تصلني بالسعر لا يحتاج أن تصلني بالسعر سأصلني بالسعر هنا أيضاً نستخدم لا يحتاج أن تصلني بالسعر ولكن إذا نرى أسئلة الوزارة سترى أهم شيء أسئلة الوزارة سترى أسئلة الوزارة سترى أسئلة الوزارة سترى أحياناً هناك تسوق بسرعة سترى أسئلة سترى أسئلة من بإحساب السرعة سترى أسئلة سترى أسئلة لا ترى أسئلة سترى أسئلة نجرد الفعل فعل لأنه لا يصل ما مجرد فيها سترى أسئلة ايضا ببجوعة او لم يتجد اعطي مستعة ا���ي اتجد تستخدم او لم تجد اعطي مستعة او لم يتجد اعطي مستعة او لم يتجد تستخدم جملة الاستخدم ايضا نفس الشي جاي اهنا ايضا نفس الشي جاي اهنا وعندي نمصنط فراح اخذ اهنا الجملة الوراها لو مصنط جملة الوراها ابلا ندينت انتبه عليها طبعا الميسر التوية النافيد ندينت فناخذ اخذ go to the supermarket today because dana went yesterday اه اكو جملة بعد you must not and don't have to speak to the driver لا تحكيوا السائق when the bus is moving it is dangerous طبعا هنا مصنط اكيد خطر وهي دائم انتجيكم كل الجملة نفسها مكررة بالوزاريات ناخذ جملة الاخيرة drivers mustn't don't have to jump red signal اشارة الحمراء يجاوز هالسائق يصير لا طبعا خطر يعني اكيد فراح نستخدم مصنط يعني السائق لازم يتجاوز الاشارة الحمراء لهنا يكون انتهى التمرين او انتهى الموضوع في شخص اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة